الحمد لله رب العالمين واصل واسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمي أرحم الراحمين وبعد فلا يزال الحديث في موضوعات علوم القرآن وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عند موضوع القراءات والتعريف بها ثم تكلمنا عن أنواع القراءات وأحكام كل نوع تبين لنا أن القراءات من حيث الجملة يمكن أن تقسم إلى قسمين قراءات صحيحة وقراءات شاذة وأحكام كل نوع من هذه الأنواع ثم بينا فوائد اختلاف القراءات القرآنية ننتقل في هذا اللقاء إن شاء الله إلى الحديث عن قراء القرآن الكريم نحن نعلم جميعا أن جبريل نزل بهذا القرآن العظيم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يتلقى القرآن من جبريل عليه السلام عندما يوحي إليه به فيحرص النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحرص على حفظ القرآن حفظا موافقا لما نزل عليه القرآن من الله سبحانه وتعالى وكان يجد في ذلك شدة في أول الأمر حتى إنه كان عليه الصلاة والسلام يعالج من التنزيل شدة فكان يحرك لسانه عندما يأتيه جبريل حتى يتقن الحفظ خشية أن يفوته شيء من القرآن فأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يتلقى القرآن بعد ذلك فيستمع إلى جبريل فلا يزول عنه جبريل ويذهب عنه إلا وقد حفظ عليه الصلاة والسلام القرآن كما أنزله جبريل وجاء به من الله تعالى ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئ الصحابة القرآن ويعلمهم القرآن وقد جاءت آيات عديدة في القرآن تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بتلاوة القرآن بل كان من مهماته تلاوة القرآن الكريم ومن معاني التلاوة القراءة ربنا وابعث فيهم رسولا منه يتلو عليهم آياتك فالتلاوة هنا بمعنى القراءة لأنها تعدت بعلاء يتلو عليهم الفعل يتلو إذا جاء بعده علاء فمعناه القراءة وقال عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته إلى غير ذلك من الآيات وقال الله عز وجل وأوحي قل أي شيء أكبر شهادة قل لله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فكان عليه الصلاة والسلام يبلغ القرآن ويعلمه للناس وكان يعلم أصحابه رضي الله عنهم ويخص بعضهم بالتعليم لما له من المزايا كأبي بن كعب رضي الله عنه وزيد بن ثابت بعد ذلك وعبد الله بن مسعود فقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الملازمين للنبي عليه الصلاة والسلام ومن المسلمين السابقين من سابق الصحابة رضي الله عنهم إسلاما فكان قد تلقى من النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن ما لم يشاركه فيه غير رضي الله عنه إلى غير ذلك من الصحابة رضي الله عنه فكان القرآن كما نعلم جميعا يتلقى بالتلقي يقرأ بالتلقي فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقاه من جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه للصحابة رضي الله عنهم ثم إنه أيضا يستمع إليهم ليتأكد عليه الصلاة والسلام من ضبطهم له كما في قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما جاءه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له اقرأ علي فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فهو يحب أن يسمع من غيره وأيضا يتأكد عليه الصلاة والسلام من ضبطهم له فقرأ رضي الله عنه سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهداء وكذلك كان يستمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري كان يمر في المدينة فيسمع قراءة بعض الصحابة حيث كانوا رضي الله عنهم يكثرون من قراءة القرآن خاصة في الليل فمر ذات ليلة فاستمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري فأعجب بقراءته ومكث يستمع إلى قراءته ثم قال له في اليوم التالي قال لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود فقال أبو موسى الأشعري لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا أو كما جاء في الحديث كل هذا يبين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا شديد الحرص على القرآن وتعليمه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة القرآن بل إنه عليه الصلاة والسلام كان أول ما يبدأ به بعد أن يدخل الرجل في الإسلام أن يعلمه القرآن ويأمر من يعلمه القرآن يقول على مدين السخاوي رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الرجل يأمره بقراءة القرآن قبل كل شيء كما في كتاب الوسيلة لعالم الدين السخاوي وكان صلى الله عليه وسلم يعلم من يستطيع لكنه لا يستطيع أن يعلم كل الصحابة الذين يدخلون في الإسلام فكان يخصص من الصحابة رضي الله عنهم من يعلم غيره القرآن فكان عليه الصلاة والسلام يأمر بعض الصحابة رضي الله عنهم بتعليم من يدخل في الإسلام القرآن حتى جاء في حديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال وكان أحد علماء الصحابة بالقرآن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشغل فإذا قدم رجل مهاجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن فدفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وكان معي في البيت وعشيه عشاء أهل البيت فكنت أقرئه القرآن وانظروا أيها الإخوة إلى هذا المنهج العظيم وهذا الحرص الشديد من الصحابة رضي الله عنهم على تعليم القرآن حتى إنه يأتي بالرجل الذي أمر أن يعلمه يأتي به معه في بيته ويعلمه وينام عنده ويقرئه القرآن فرضي الله عنهم وأرضاهم كان أبي بن كعب من القراء بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه بأنه أقرأ أمته للقرآن فقال عليه الصلاة والسلام أقرأ أمتي أبي بن كعب رضي الله عنه فلما قدمت وفود العرب إلى المدينة بعد فتح مكة كان أبي بن كعب يعلمهم القرآن رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة كذلك ونحن نعلم في السيرة قصة القراء الذين قتلوا في إحدى المواقف لما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع عامر بن مالك لأجل أن يعلموا الناس القرآن فغدروا بهم وقتلوهم وكانوا سبعين من أشهر القراء في الحادثة التي كانت من أشد الحوادث على النبي صلى الله عليه وسلم وحزن بعدها حزن شديدا لموت هؤلاء الذين كانوا من خيرة الصحابة رضي الله عنهم حيث كان يرسلهم عليه الصلاة والسلام يعلمون الناس القرآن خاصة إذا أسلم من بعض القبائل من أسلم ولا يستطيعون المجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيرسل إليهم من يعلمهم القرآن ونحن نعلم قبل ذلك أن مصعب بن عمير أول سفير للإسلام أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليعلم الأوس والخزرج ليعلم الأنصار القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكان يعلمهم وكان من أحسن الناس تعليما رضي الله عنه غير أنه قد توفي في غزوة أحد فكانت وفاته مبكرة فلم يتأتى له بعد ذلك أن يستمر ليكون من القراء مشهورين لكنه كان مشهورا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه فقد كان أحد فقهاء الصحابة وعلمائهم بالقرآن وغيرهم ولذلك اشتهر عدد من الصحابة في عصر النبوة بحفظ القرآن وإجادة قراءته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ الصحابة على تعلم القرآن منهم حيث قال خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب هذا فيه التخصص يقول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وأبي بن كعب والحديث في الصحيح البخاري وقد ظل عدد منهم يؤدي دور معلم القرآن حتى بعد أهد النبوة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام جاء زمن الخلفاء الراشدين واستمر تعليم الناس القرآن بل إن تعليم الناس القرآن كان من أظهر الأشياء ومن أهم الأشياء التي كان الصحابة يهتمون بها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ونحن نعلم قصة جمع القرآن في عهد أبي بكر وقد كان من أسباب جمع القرآن في عهد أبي بكر خشية ذهاب القراء أو موت القراء فيذهب القرآن بذهابهم فجمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في خلافة عمر تضاعفت الحاجة إلى تعليم القرآن الكريم لكثرة الداخلين في الإسلام بعد كثرة الفتوح وكان عمر رضي الله عنه قد عمل على تعليم واشتهد وحرص على تعليم الناس للقرآن فكان يرسل الصحابة وينسل المعلمين للأمصار حتى يعلموهم القرآن ويعلموهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فقد أرسل أبا موسى الأشعري والياً على البصرة وكان يعلم الناس القرآن هناك وبعث إلى الكوفة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه مع عمار بن ياسف وكتب إليهم إني قد بعثت إليكم بعمار بن ياسر أميرة وعبدالله بن مسعود معلماً ووزيراً وهما من النجباء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر فاقتدوا بهما واسمعوا من قولهما وقد آثرتكم بعبدالله بن مسعود على نفسي فكان عبدالله بن مسعود في الكوفة يعلم القرآن في المسجد قال تلميذه مسروق بن الأجدع كان عبدالله يقرئنا في المسجد ثم نجلس بعده نثبت الناس أي نعلمهم وندعوهم إلى الإسلام فكان أكثر أهل الكوفة يتلقون القرآن من عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وكانت يعني الأمصار يعني في الغالب يكون في كل مصر منها من يعلم الناس القرآن فنشأ ما يسمى بعد ذلك بمدارس القراءة حيث اشتهر في كل نصر من الأمصار بعض القراء الكبار الذين كانوا يتميزون بالإقراء ومن أشهرهم أبو عبدالرحمن السلم رحمه الله تعالى حيث كان من أشهر المقرئين الذين تفرغوا للإقراء وهذا ما سنذكره إن شاء الله في لقاء قادم نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلا